بعد قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الرئاسيات لمخالفته أحدى بنود القانون الانتخابي جاء الدور على قائد الجيش خليفة حفتر الذي قضت محكمة الزاوية الابتدائية باستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات المقبلة قبول المحكمة الطعن يقطع طريق أمام اللواء المتقاعد خوض الصباق الرئاسي وتفجر الجدل قبل أيام بشأن عدم أهلية حفتر للترشح عندما أصدرت محكمة عسكرية في مصرات حكما بالإعدام بحقه لقصفه مقر كلية الدفاع الجوي وارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية على غرار المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وبانتهاء مهلة تقديم الطعون في الانتخابات الليبية الثلاثاء تتواصل الأزمة في محكمة سبه الابتدائية التي أجلت الفصل في استئناف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي لعدم اكتمال الهيئة القضائية في المحكمة على خلفية عرقلة مهامها من جماعات مسلحة موالية لحفتر في الجهة المقابلة يواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في ليبيا عبد الحميد دبيبة طعناً قدم ضد ترشحه للرئاسيات بمحكمة طرابلوس في خطوة قد تقلل بحسب متابعين حظوظ نجاحه في السباق إلى الرئاسة القضاء الليبي أمام اختبار ثقيل بالنظر إلى مهمته الصعبة وهي الفصل في طعون تخص مترشحين وازنين في الانتخابات على شاكلة الدبيبة وسيف الإسلام القذافي لتبقى الأنظار متوجهة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات وما ستكشف عنه من أسماء في القائمة النهائية ليم ترشحي الاستحقاق الانتخابي نهاية السنة